وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عزيمة وإصرار هذا البرنامج الذي يعنى بشؤون ذوي الإعاطة الرغبة في نشر الوعي المجتمعي بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بوادي حضرموت دفعت الكفيف عيض العامري لتقديم وإعداد برامج تعرض معاناة المعاقين وآمالهم وقصص نجاح محفزة لكثير منهم منذ صغره وهواية الإعلام تلازمه من بيته بدأ العامري في بث إذاعته الخاصة المتواضعة حيث حرص على إتقان مهاراته الإذاعية من خلال متابعته المكثفة لبرامج ومدعين في إذاعات عالمية مشهورة وهو ما يظهر الشغف الذي يسكن داخله لهذه الهواية رغم إعاقته البصرية إذاعتي في الإعلام كانت من الصغر خصوصا لما كنت في المرحلة الأساسية كنت دائم مشارك في الإذاعة المدرسية لما فقدت نعمة البصر وأنا كنت في الصف الخامس فعملت لي على إذاعة محلية في البيت كانت تغطي حوالي منطقتي والمناطق المجاورة من منطقة الرحبة بعد ما كنت أعمل في البيت طبعا تعرفنا عن الإذاعات المحلية مثل إذاعة سيئون لكثير منها فيها المشاركات بعد ذلك احتضنتنا إذاعة الماهر ولهم الشكر الكبير طبعا فتحوا المجال لنا في تقديم البرامج المسجلة والمباشرة وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن بعيدا عنها بعزيمته الفريدة يحرص العامري على نشر مواضيع تعنا بشريحة ذو الاحتياجات الخاصة بصفحاته الخاصة إضافة لمواضعتهم المجتمع في لسالة مفادها أن الإعاقة ليست قادرة على منع تحقيق الطموحات مهما كبرت اهتميت بجانب الإعلام لأن حسيت يقربني كثير من المجتمع كذلك من خلال الإعلام ننقل هموم المعاقيين خصوصا المكفوفين كيف تعاملهم في المجتمع إن شاء الله لكي نقدم شيء يفيد المجتمع الإذاعات المحلية المنتشرة بوادي حضر موت باتت محتضنا للكثير من الإعلاميين وهوات الإعلام لإبراز قدراتهم وشق طريق طموحاتهم حيث أفرزت الكثير من المبدعين في مجالات إعلامية عدة وساهمت في إثراء الساحة الإعلامية في الكثير من البرامج المختلفة لبرنامج أسبوع البلد قناة المهرية حضر موت